خالد السعود يعني في عندي سؤال والله يلفت انتباعي في نادي الفتح يعني نادي الفتح باع لاعب المحور نوح الموسى للأهلي طلعوا بدالة مين محمد المجحد بعدين باعوا عقد محمد المجحد للأهلي طلعوا بدالة مين علي الحسن وأيضا هو اللاعب أكثر اللاعب مطلوب الآن هذه الخانة على الأقل الفتح طلع منها ثمانين مليون ريال أقل بكثير مبادر لكن ريشال أربعين ومائة خمسين الأرقام حقيقة ما هي بالأرقام التي تتصورها ولكنها أرقام حقيقة في ظل اللاعب الحالي المجحد ونور الموسى ثلاثين المجحد ونوح الموسى هاي ثلاثين عشرين مليون والمقهوي ثمانية مليون ثمانية وعشرين مليون لا 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 هذا المعلومة التي تقول ثلاثين عمونا أنت يعني ما رح مش عن اختلف بحشر مليون بسط العشرات لاعب مطلوب حقيقة ولاعب بلا شك لها مستقبل كبير جدا ورأينا مع المنتخب السعودي ورأينا في الفترة الأخيرة من شاء الله تبارك الله على مفاريق للفتوى إضافة كبيرة أعتقد أنه علي الحسن سيشكل يمكن قريبا يمكن ما أعرف إحنا إجازة وقتها ولكن من الممكن نتضع في قائمة الانتقالات في الفترة الجاية وأتمنى أنا بإذن الله تكون الصدقة إن تمت بالفعل نسمع من يمين ونسار أنه تكون على الأقل الفائدة المادية كبيرة لنادي الفاتح كذلك للعب يعني ما رح تقل عن عشرين خمسة وعشرين صح؟ أعتقد أنها بتكون أكثر أعتقد أنها بتكون أكثر ثلاثين ما رح تقل عن الثلاثين طي ثلاثين واللعيبة على ذمة خالد سعود رغم أني أنا مقتنع بعشرين مليون قال أنا أقول ثلاثين مليون يعني ثلاثين العيبة باعهم والفتح بستين مليون ريال يستاهل ما أنا ما نحاسدكم بس أنا شايف أن هذا خط تمويل ليس سهل للأندية بالذات الأندية اللي ما عندها مصادر دخل يعني حتى الانفاق الحكومي لو تقلص الفتح المفروض ما يتأثر هذا عنده خانة تطلع لعنده بير إبو بدر موضوع حن في الزمن الاحتراف ولا شك ولا فيها أي مشكلة قضية بيع اللاعبين الأندية الكبيرة عالميا ومحليا تبيع اللاعبين الإشكالية هوين في توظيف الأموال إن الإرادات هذه يجب عليك الاستفادة منها استفادة كبيرة جدا أنا لست ضد البيع أبدا تبيع لاعب أو اثنين ما هي مشكلة لكن إيش بتسوي في الأموال هذه عليك بتوظيف التوظيف الصحيح حتى يعني كلنا شفنا مثلا نتكلم إذا تتكلم عن الفتح كحالة أو كأندية أخرى مثلا إذا الفتح بالتحديد الفتح عانى السنة هذه مش بسبب بيع مش بسبب بيع مع محمد المجل لا الفريق ككل بصراحة وخلينا نتكلم بوضوح العنصر الأجنبي ما كان بالإضافة طيب ما كانت إضافة للفريق اللاعبين اللي فرقوا مع الفتح مير بو بدر اللاعبين الصغار اللي يلعبون لأول موسم أضف لهم علي الحسن هم من جين حارس المرمى وظاهرين ولاعب محور هم أفضل اللاعبين البارزين وهذه بالنسبة لي أنا كمشجع وكمتابع للفتح علامة مطمئنة أن الفريق على الأقل عنده ركائز محلية جيدة المتبقي حتى أنك تعيد الفتح شيئا فشيئا أنه تكون العناصر الأجنبية عناصر أنا ما أبيك تجيب لعبين السوبرستار عندي مشكلة ثانية بو بدر الفتح مثل النصر عنده لعبين عنده سبعة لعبين الآن موجدين وعنده ثلاثة لازالوا على ذمة النادي وهذه فيها أعباء مالية كبيرة في مقترح وأعتقد الوزارة ما هي بغافلة عنها كان في زمان طيب الذكر مع المستشار تركيا الشيخ اللاعبين اللي كان لعقودهم ممولة من قبل الدعم الحكومي يسواقون داخليا من النادي اللي محتاج لعب ظهير من النادي اللي محتاج طالما أن الحكومة أو الدعم سيأتي من الحكومة إذن علينا أنه إحنا بدل ما يروح اللاعب ونخسر مبالغ من الجهتين أعطينا اللاعب ولا استفدنا منا يروح لنادي سينوس ونادي صاد تمويل فلوسنا موجودة وبتروح الريدي هي مدفوعة حتى ما نخسر مرتين ترجمة نانسي قنقر